شرنت قوات الشرطة التركية عملية أمنية لضبط 44 من الجنود الحاليين والسابقين داخل الجيش التركي بعدما صدرت بحقهم قرارات توقيف بتهمة التخطيط والمشاركة في الإمقلاب المزعوم ضد أردوغان في عام 2016 وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية فقد صدرت قرارات توقيف عن مكتب الإدعاء العام بمدينة اسطنبول بحق 44 عسكريا من السابقين والحاليين في 14 ولاية تركية مختلفة وفور صدور قرارات التوقيف بدأت فرق مكافحة الإرهاب بمدارية الأمن العام باسطنبول عملية متزامنة لضبط المطلوبين وتمكنت بالفعل من ضبط عدد منهم